أخبرنا عن ذلك نعم بالتأكيد نظرنا إلى المشهد اليوم ونقارنه بما كان عليه في الصادق غفر المشهد مخلف جدا الدولة الإمارات العربية المتحدة مثلا بدأت البرنامج وأرسلت المهمة إلى المريخ لا ننظر إلى استكشاف الفضاء لأنه سباق نحو استكشاف الفضاء بل هو تعاون في مجال الفضاء وتمكننا أيضا من إعداد هذه المهامة في فترة قصيرة جدا لأننا تعاوننا مع الدول الأخرى لقد بدأنا من الصفر وبدأنا من حيث انتهى الآخرون بالطبع ثم بعض التحديات في التكنولوجيات فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا فالمشهد الجيوسياسي يتغير ما لم نتمكن من فعله في الماضي أو ما لم يتمكن البعض من فعله في الماضي بسبب عدم توفر اعتقنية وهو ما ذكره الدكتور جورج اليوم اليوم علينا أن نظر كيف سنحافظ على هذا التوازن وكيف سنشجع دول على العمل وتعاون بين بعضها البعض وتبادل الخبرات وفي الوقت عين الحفاظ على المصالح الخاصة لكل دولة إذن الأمور تتطور وتتقدم بسرعة كبيرة ومجدنا إن نظرنا إلى حالة دولة الإمارات العربية والتحدة وهي الدولة ناشئة في مجال استكشاف الفضاء تم كان الوصول إلى ككب المريخ في فترة قصيرة جدا وأطلقنا أكثر من عدد كبير جدا من الأقمار الاصطناعية في الفضاء ثم الدروس بسرعة تعلمها هل الأمر يرتبط بالمكان الخاص بالدولة أم هل هناك مصالح اقتصادية وفرص اقتصادية تجارية في حال دولة الإمارات العربية المتحدة الأمر يرتبط بالبناء فعندما قررنا بناء وتطوير برنامج الفضاء هذا فإن ذلك يعود إلى بناء ضعاما وبرنامج علميا متقدم ومتطور أمر يرتبط بمستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة وبناء القدرات والإمكانيات من أجل معالجة تحديات الوطنية في مجال الأمن وغيرها فالبينات والمعلومات التي تنتجها هذه الأنظمة التي تعمل فيها ظروفها صعبة جدا وتكنولوجيات التي تطورها ليتمكن الإنسان من العيش في ظروف صعبة ستقدمنا أيضا على الأرض هذه هي الفلسفة التي تبعتها دولة الإمارات العربية المتحدة وكل دولة لديها أولوياتها الخاصة ومصالحها الخاصة في مجال برامج الفضاء ولكن في دولة الإمارات العربية المتحدة فالهدف أكبر من تلك